أستاذ عمر طلع مع وفاق الكلاني وسألته عن رأيه في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الله يرحم الجميع قال لها نصاً كده المستثنى بإيه إلا؟ والله أنا ما بتريع يعني أنا من عادي لما بيتكلم واجيب سير الحد فأنا راح مقلد الكلام بتاع ده المستثنى بإيه إلا؟ عندك خط أحمر يا عمر رئيس دي رقابة عليك ولا رقابة ذاتية؟ ذاتية؟ ليه الرئيس مبارك محوطك بيحبي؟ كل ده بالمناسبة أنا ما عمديش فيه مشكلة هو حر يحب من يشاء لا يحب من يشاء يؤيد من يشاء يرفض ويعارض من يشاء كل واحد فينا ليه هذه الحرية خلاص كده؟ ثورة يناير عمل فينا وسوى وكانوا يقولوا الوادة وكانوا يعملوا اخرصوا سكتوا أنا ما كانش بيهمني حاجة أنا كنت باشتوموا في وشه هو المستثنى بإلا يا أستاذ عمر؟ هو الخط الأحمر؟ هو البعيد عنك أو الذي لا تأتي على ذكره لأجل الرقابة الذاتية؟ ولا هو اللي عمل واللي سوى؟ وأستاذ عمر يعني ساعات كده يستخدم مصطلحات لا طليق بالمنزل ولا بالعائلة المصرية عندما نتحدث على الهواء أو عبر الشاشات يعني وأستخدم شوات حاجات مش حالة دول عمل وفينا تيت دول كانوا عالم خط 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 الله ماشي أستاذ عمر بقى الظاهر يعني إيه كان مضغوط عليه ولا مقروص عليه ولا؟ مع إنه قال دي رقابة الذاتية هو بيحبيه أنا بحبه هذا الرجل لم يسكن في عهده صحفي الكلام هنا من الأستاذ عمر الوفاء الكلاني اللي اتنين أحياء يرزقون نحن لن نتحدث عن من توفهم الله ولا نتقول عليهم ده الحلقات موجودة على الإنترنت حدث كيف ما شئت بلا أي حرج هتلاقي على تيكتوك وهتلاقي على فيسبوك وهتلاقي على يوتيوب هتلاقي على انستجرام هتلاقي اللي انت عايزه اللي نفسك فيه كله شيء غريب قوي ما فيش حد جبرك إنك تقول الكلام ده عند وفاء الكلاني ولا جبرك ما انت قلت ما فيش حد بيسجن في عهده هذا الرجل لا يحبه أن يقصف قلماً ده كلام الأستاذ عمر عن مبارك الله يرحمه أول ما حصلت يناير وتحديداً لما تدفة راحة نحية 25 يناير مش نحية نظام الراحل قالك ده عمل وسوى وتب يدب 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 شيء غريب حتى عن صروة هذه العائلة عائلة مبارك قالك لا يوجد ما يثبت ولا توجد أي تقارير ولا يوجد مش عارف إيه وبعد شوية أول ما دب الخناقة اللي ما بينه وما بين أنجال الرئيس راح طالع قال لا ده عمله دول خده دول استوله دول سرقه ده التقارير بتاعت الحكومة بتقول والتقارير بتاعت بنوك سويسرة بتقول يعني أنت شايف إن الناس دي خدت ولا مخدتش أنا متلخبط ما أنا مش فاهم نعم حليظ نعم شكرا